الحقيقة مشكورا وكما جرت العيدة بصراحة المركز الاعلامي لمجلس الوزراء يعني بيتابع كل شاردة وردة فشاف ولاحظ ورصد منتشرة من أباق بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف العيش المدعم وانه ان شاء الله يعني لا ان شاء الله لا قبر الله وانه هيزيد في شهر 6 المركز الاعلامي بيعمل ايه؟ على طول بيرجع الى الجهة المعنية وبيبدأ التواصل مع الوزرات المسؤولة فترد عليه الوزرات المسؤولة تقوله لا وضح بقى هنا المركز في بيان شديد الوضوح النهاردة انه تواصل مع وزرات التموين والتجارة الداخلية اللي نفت هذه الانباء واكدت انه لا صحة لرفع سعر رغيف العيش المدعم بدءا من الشهر القادم وانه رغم نفي المركز لتلك الشائعة عدة مرات خد بالك عدة مرات والله العظيم عشرات المرات الا انه المركز بيلاحظ انه الشائعة بيتعمل لها تدور شغالين ويتعمل لها اعادة تداول لازم من وقت للتاني يا جماعة يعني انا مقدرش اقول لمطلق الشائعة يعني رفقا بنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة